السلام عليكم من أسبوع عملت فيديو بعلق فيه على فيديو الملحد شريف جابر اللي بيطلب فيه تبرعات 100 ألف دولار عشان يشتري جنسية تانية ويهاجر من مصر بعد الفيديو وجدت عدد ضخم جدا من الملحدين بيعلقوا على الفيديو والنهاردة هعلق على تعليقاتهم إن شاء الله وكان كلامي في الفيديو مرتكز على 3 نقاط الأولى إن كل اللي حصل معاه هو السجني ومين حسب اعترافه وإن أنا كنت ممكن أتعاطف معاه لو كانت فيديوهاته كلام محترم لكن هو بيشتم وبيسب الدين للمسلمين وبيقول حط المصحف في كذا وبيقول على صعود النبي صلى الله عليه وسلم للسماء على البراق زريبة وغيرها وغيرها ممكن تشوف شوية شتايم تانية من هنا أو من هنا فإحنا لا نتكلمش عن شخص بينتقد نقدي محترم لكن بنتكلم عن شخص بيشتم وبيستفز المسلمين النقطة التانية قلت إن ناس كتير أولى بالتعاطف زي الفقرة واليتامة ومرضى السرطان واللي عايشين في المخيمات في البرد كلهم أولى بالتورعات من شريف واحد عايش في فندق خمس نجوم في مدينة سيحية حسب اعترافه يعني ما فيش أي خطر ممكن يتعرض له وإن الدولة لو عايزة تسجنه هتسجنه لكن هو عايش حر وبيعمل فيديوهات عادي جدا النقطة التالتة دعوته للمناظرة وقلت إن دي مش أول مرة ندعوه لكن مرة جديدة ندعوه لحوار على النت نتناقش فيه نقاش كناس متحضرة زي ما بيحصل في كل دول العالم ونترك الحكم للمشاهد الغالبية العظمة من تعليقات الملحدين على الفيديو هي شتايم وقحة جدا شتايم بي والدي وأمي وشتايم بي وعيلتي طبعا هتكسف أقول الشتايم دي لكن بالطبع كل شيء بالنسبة لهم مباح ورغم إن رد الشتيمة بالشتيمة مثلها أو أشد منها كية سهلة جدا وبسيطة لكن مع ذلك مش هرد عليهم لأن طبيعي لما يعدني كلب مش هرده وهخلي الردود مقتصر على التعليقات اللي فيها بعض الأدب اللي هي عبارة عن اتهامات معلبة مثل إرهابي داعشي لإنساني اللي هي بتشمت فيه والبعض الآخر بيقولوا سيبوه في حاله عاوزين منه إيه وإنت بتبحث عن الشهرة وبعضهم بيقول ليه الله ليه تعطف مع الفقراء والمساكين وبدل ما تلبس ساعة قبل تبرع للفقراء وبدل ما تلبوا مساجد تبرعوا بفلوسها للفقراء هعلى على كلامهم إن شاء الله فخلكم معانا للآخر عشان تسمعوا الرد على كل النقاط لقيت عدد كبير بيعلق دحت الفيديو رغم إن الفيديو أصلا ليس فيه أي شيء يعبر عن الاتهامات دي من قريب ولا من بعيد بالعكس ده أنا بقول كنت ممكن أتعطف معاه لو كان كلامه نقد محترم لكن هو بيشتم الإسلام والمسلمين وبيصخر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطبيعي لما واحد يشتم أغلى شيء عندي اللي هو ديني الإسلام النبي محمد مستحيل إن أنا أتعطف معاه فلا أنا في الفيديو دعت لقتله ولا لسجنه ولا أنا شمت فيه حتى لكن أصحاب التعليقات فتحوا الفيديو فلما وجدوا إن اللي بتكلم عنده لحية راحوا كاتبين الكلام ده بدون تفكير كتبوا إرهابي داعشي داي إنساني بيشمك بيعملوا زي الببغاء عارفين الببغاء اللي بيردد بيدون عقل ولما سألتهم فين الإرهاب أو الشماتة مقدرواش يردوا مجرد ببغاء بيكتب أي كلام بدون سبب أما التعليقات اللي بتقول سيبوه في حاله وأعوزين منه إيه فأنا في الحقيقة مع احترامي لهم لكن أنا حاسن عندهم مشكلة عقلية لإيه لإن ببساطة مش إحنا اللي رحنا له عند بيتهم وقعدنا نشتم فيه ونشتم في أهله لكن اللي حصل إنه عمل فيديوهات بينتقد الإسلام وبيسخر من كل شيء إسلامي فطبيعي إن إحنا نرد عليه فالمنافقين بيلوموا رد الفعل اللي بيدافع عن دينه ولا يلوموا الفاعل اللي بيشتم ديني بيعطوه الحق إنه ينتقد الإسلام ويشتم ديني ويشتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعطونا الحق للدفاع عن ديننا بيقولوا بتبحث عن الشهرة من اللي بيبحث عن الشهرة اللي بيطلع بكلام شاذ وبيسخر من دين يؤمن به قرابة اثنين مليون إنسان ما بتتكلمش عن نقد ولا الشخص اللي بيدافع عن دينه بدون إساية أدب الحمد لله قناتنا فيها قرابة ربع مليون مشترك وحصلنا على درع اليوتيوب يعني لنا جمهور جيد الحمد لله رغم ذلك فمش مهم بالنسبة لنا الكام لكن الكيف هو الأهم عشان كده لنا نتبع طرق شاذة إنما كلامنا دائما بالحجة والدليل والبرهان ونبتعد عن السب والشب والسخرية حلقات أخرى تقول ليه الله لا يتعاطف مع الفقراء والمساكين واليتامة وهم يتكلموا كأن الله خلق الأرض وخلق البشر والكون وترك الأرض خاوية بدون أي خيرات لكن من الواقع إن الله وضع في الأرض كل الخيرات التي تكفي كل المخلوقات وأمر البشر أن يعديلوا بينهم في كل شيء يعني المشكلة من البشر مش من الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة الله عز وجل سيحاسب الغني على التقصير في حق الفقير وسيحاسب من يسرق الفقراء فنحن الحمد لله نؤمن إن هناك يوم للحساب بعد الموت ولن ينتهي كل شيء بمجرد الموت بعد الموت سيبعثنا الله ويحاسبنا على التقصير في حقوقه وفي حقوق كل العباد تعليقات أخرى تقول بدل ما تلبس الساعة قبل تبرع للفقراء لكن يعني على فرض إن أنا ملياردير هل ده معناه إن أنا لا أنفق ولا أتبرع وهل لازم المسلم يكون فقير طبيعا عندي زوجة وأولاد ودرس سنوات طويلة جدا منهم دراسة جمعية 8 سنوات والحمد لله عندي عمل جيد أعيش منه أنا وأهل بيتي ثم يعني الحمد لله ديننا جعل الإنفاق على الفقراء فرد يحاسب من يقصر فيه بنية الإسلام على خمس الشهادين يقام الصلاة إتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت ففرض الله علينا إخراج زكاة أموالنا للفقراء وخارج الفرد هناك الصدقات لما فرضها الله علينا لكن أخبرنا إن الصدقات لها فضل كبير فمنفعش أنت كملحد يجي تقول لي لماذا لا تتبرع للفقراء بعض التعليقات بيقولوا ليه تبنوا مساجد وبدل بناء المساجد تبرعوا للفقراء وهؤلاء أنا متفق معهم من فترة بسيطة كتبت منشور في الفيس قلت فيه إن الإنفاق على الفقراء أفضل من بناء المساجد خاصة وإن إحنا عندنا وفرة كبيرة جدا من المساجد في كل مكان هتلاقي فيه مسجد وعندنا فقراء كثيرين جدا بيكلوا من الزبالة أنا شفت فقراء بيكلوا من الزبالة بعيني فمش ما أقول حروح أبني مسجد زيادة عن الحاجة وأترك الفقراء المحتاجين هذا لا يرضى الله عز وجل وسيحسب كل من يقصر من أعلى فرد لأقل فرد ودي مسئولية أساسا مش مسئولية أفراد أكثر ما هي مسئولية مؤسسات ومنظمات ودول دي كل التعليقات تقريبا وأخيرا نازم تفهموا أن مش شريف جابر اللي عاوز يخرج من مصر الوحده تلت تربع الشعب المصري والشعوب العربية لو اطيحت لهم الفرصة للخروج لخرجوا فشريف جرب كذا طريقة في البداية جرب كارت مدح إسرائيل وعمل فيديو كامل بيمدح فيهم ويتجهل جرائمهم الوحشية واحتلالهم لجزء من أرضنا لكن كله يهون في سبيل الدولار وبعدين لما وجد أن الموضوع ما جابش النتيجة المطلوبة النتيجة المرجوة قال نجرب طريقة تانية وهي كارت الاضطهاد والخوف من الإرهاب والرغبة في الحرية وفعلا وجد كثير من الحمقة اللي صدقوه على العموم أنا متأكد أن البغاء لن يموت وسيظل يردد إرهابي داعشي وسيظل هناك فئة تشتم دائما وسيظل شريف جابر يتهرب من المناظرات لأن المناظرات ستعريه تماما أمام متابعيه وهذا ما لا يريده أسياده وسنظل نحن أقوياء بالحق الذي معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته